فرح هاشتاج يعني انتشر كالنار في الهشي ممكن حضراتكم شفتوه على تويتر والهاشتاج ده كان بيسأل كده ببراءة انه ايمان البحر فيه اهو قدام حضراتكم الهاشتاج ده ظهر بعد ما المدعو فاكرين انتو المقاول الفاشل ده محمد علي لما قال انه ايمان البحر درويش الفنان ايمان البحر درويش تم القبض عليه منذ اسبوعين وانه مختفي وطلع الهاشتاج ده وبدأ يدخل كل الناس اللي في قلوبهم مرض يعني اللي جان طبعا بتاعت الاخوان والناس المتعاطفين معاهم والناس المتحالفين معاهم وكل اللي زعلان من حاجة بدأوا يكتبوا بتاع ورفعوا الظلم عنه وهو عملته ليه كده ودخلتوا السجن وانضم الى المعتقلين وكل الكلام اللي حضراتكم تتوقعوا الحقيقة احنا لما سألنا المصادر المعنية بذلك فقالوا الله انه هذه شائعة كاملة انه محدش ابض على ايمان البحر درويش ولا حد اتعرض لي ايمان البحر درويش وانه ايمان البحر درويش يمكن ببساطة شديدة جدا يعني اذا كان يسمع هذا الكلام الراجل لانه رجل المسؤول يعني المشكلة بتاعت ايمان البحر درويش ايه انه الجماعة بتقول اخوان من قانل التاني بيبقوا محتاجين حد يعملو رمز حد يعملو رمز فايمان البحر درويش راجل قال كلمتين متدايق زعلان مختلف معارض حقه هو حر اه بعد كده هو خرج عن كل الحدود المعقولة معقولة يعني لكن في النهاية هو قال كلمتين شايف انه دول في مصلحة البلد وهو بينطلق من ارضية معارضة هو حر طب خدوا الاخوان عشان يعملو رمز للمعارضة ورمز للتحدي ورمز للثورة وبعدين اتطفى ما فيش يعني ما حدش حس بيه ولا حاجة فجومن بارح قالك ايه هو فين ليه لانه هم عاوزين يعززوا هذا الرمز الحقيقة ايمال باردرويش اخطأ في تعبيره الاخير الفيديو الاخير اللي هو يعني خرج فيه عن اي لياقة ليه فنان غلط لكن في النهاية في النهاية اذا ناس تقدموا ببلغات ضده يمكن ان تخضع للتحقيق لكن الدولة كدولة الاجهزة كاجهزة عندها مشكلة معاه ما هو الناس طول اليوم على السوشيال ميديا قاعدين يقبحوا واقاعدين يجتموا واقاعدين يقولوا واقاعدين يعرضوا جماعة المسألة مش بهذه السهولة لانه ده بيخلي ايه بيخلي الناس تصور انه مصر دي وكأنها تحولت الى معتقل كبير اي حد يقول اي كلمة يروح في ستين ده اي حد يبدو رأيه في حاجة يروح وراء الشمس والمشكلة انه الناس اللي هم بيعودوا اللي هم بيعودوا يتكلموا وينتقدوا ويعتاردوا ويقولوا اراءهم هم اللي بيرددوا مثل هذا الكلام رغم انه هم بيقولوا اللي بيقولوا محدش بيمسوا ففيه كده عدم منطقي فانا الحقيقة بقول الاخ ايمان بيطلع ويتكلم بس هو ايه يطلع بنفسه لانه هم بيستغلوك يعني هذه الرسالة الى ايمان البحر درويش يا فنان يا عظيم يا عم انت شايف انك اعظم من اختراع الكهرباء الجماعة بتقول اخوان دول بيستغلوك بيستغلوك بيعملوا منك كارت بيوجهوه للبلد فحاول انك تثبت ادائك وارجو انك لو خرقت لو لما تخرج يعني تقول الناس ان انت ما حصل لكش حاجة وانك موجود بلاش والنبي يعني تعبيرات الانف دي للمصري يعني بلاش اللي انت ايه عملته المرة اللي فاتت واذا كنت شخص تتحمل مسؤولية بلدك الحقيقة وبتقول ان انت فنان والفنان ده لازم يتحمل مسؤولية بلده حضرتك توئد هذه الفتنة لانه الاخوان بيستغلوك اسوأ استغلال او انك اخترت طريقك فنبقى عارفيه لكن انا حبيت بس اكد ردا على حقلة الفتنة اللي كانت موجودة انبارة دي انه المصادر الامنية اليه المعنية بهذا الموضوع اكدت ويمكن ده الكلام اتنشر في الاهرام اتنشر في اليوم السابع اتنشر في دستورزيما حضرتكم شفتو الاخبار انه المصادر تنفي وبتقول انه يعني هذه الانباء ما هي الا شائعات يتم تداولها لا صحة لها على الاطلاق الخبر او في اليوم السابع وموجود ايضا في الدستور وموجود في الاهرام على ما اعتقد تماما شكرا